قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد لحمود الصباح أن رحلة كاياك البحرية المقرر ينطلاقها بعد غد الخميس تسهم في الارتقاء بالعمل البيئي ونشر التوعية البيئية محليا وخليجيا وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل الرحلة أكد لحمود أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وإيقاف التعديات على الشواطئ وحماية مكوناتها ووضع مصلحة الكويت نسبة الأهين وأضف أن هذه الرحلة الشاقة ستحقق أسمى أهداف الهيئة وقانونها الجديد المتمثل في الحفاظ على البيئة البحرية البحر الخليجي بحر شبه مغلق وبذلك يجب إقامة مثل هذه الحملات التوعوية التي تساند القطاعات المختلفة في الدولة من مؤسسات بيئية ومؤسسات علمية وجود نفس الحملات هذه تثري الفكر البيئي وتثري العمل التطوعي أخوان قائمين في واجبهم بأكمل وجه أنا أشكرهم مرضاني عليه في نفس الوقت توجيهات قادة دول مجلس التعاون تتجه في الشأن البيئي وبذلك نحن في دولة الكويت كنا حريصين على مد يدنا للمؤسسات العمل التطوعي والمؤسسات العلمية الأخرى للوصول إلى الأفضل من شأن بيئي للكويت والخليج